السلام عليكم ورحمة الله وتبقى الكلمات من أصحاب القلوب الواسعة الكريمة هي شعار لعبور قلوب عبر القرات معايا الغالي على قلوب الجميع الأب والوالد والمخضرم والعالم حسين بيك العدل أمين الغرفة التجارية بالرياض الأسبق وقال الليلة كلمات عن مصر يعني أنا سعرت أن قلبه يتكلم وليس لسانه أهلا وسهلا بحضرتك لأنه سهلا حقيقة أنت فاختصرت علي نعم حديث الروح للأرواح يسري وتذكر قلوبه لا عنا أنا من جيل جيل الذي تعلمنا الدراسة الابتدائية بالخمسينات ميلادي والدراسة الثانوية طبعا بوائل الستينات ميلادي كان فعلا يعني بصمة الأخوان من مصر وهي بصمة الحقيقة موجودة إلى الآن آثارها لأنه كرست يعني أخوه عجيب وتلاقع عجيب بين طبعا ما أقول شعبين لأنه شعبا واحد ولا حضارتين لأنه حضارة واحدة لكن شعرنا فعلا أنهم يدركوا من حنا وندرك من هم وكان الحقيقة المفضل بعد الله الحكومات مصر في ذلك الوقت أيضا كان لها يطولة بموضوع نشر التعليم وإذا كان هناك شيء تعتزب المصر تعتزب الكثير طبعا تعتزب الكثير من الناحية التاريخية ومن ناحية الأداء كانت نافذة العالم العربي على أفريقيا من ناحية التعليم لكن عندنا في المملكة العربية السعودية وبالذات منطقة نجد وبالذات في القرى من منطقة القصيم مدينة الرس أتانا نخذ من الأساتذة المصريين في مختلف العلوم لازلنا نتذكرهم وفعلا هم يعني يعتبرون بالنسبة لنا مم بس أسوة حسنة هم اللي فجروا طاقات المعرفة وحب العلم والتعليم وصبروا على المعيشة في القرى على أن فيها شغف حيش لكن كانوا محمد إعزاز وتكريم ليش؟ لأن المجتمع السعودية في ذلك الوقت والآن المعلم يحتل مرتبة اللي يتحدث عنها شوقي والمعلم في تبديلك هذا المعلم أن يكون رسوله أنا شخصيا نازلت مدينة أستاذ اسمه أحمد شلبي من مصر درست شهرين بالمدرسة العسكرية نعم أولى متوسط وخرجت بعد أن يعني انتهيت من العسكرية وخرجت والتحقت بالمتوسطة غير عسكرية طبعا وأتى وأقنع المدير وقال هذا عنده قدرة أنه يبدأ بالسنة الثانية متوسط بدل الأولى والحمد لله ما خيبت أمل ولكن لازلت أذكر أنه تخطى الأنظمة في سبيل أنه ما يحصر طفل من ممار أو من الاستمتاع بمنح الله من طموح ومن قدرات فلهم كان وهذا ترمو برأي أنا آلاف السعوديين من اللي الله سبحانه وتعالى عطاهم قصد من التعليم تسلموا مراكز لا زالوا يحتفظون المصر في داخل قلوبهم هل الأمور الجميلة جدا كزاك الله خير أكرمتنا وشكرا شكرا جزيلا يعني كلمات من القلب مع شخصية متميزة لها ثقلها ولها رؤيتها يعني هو رجل خبرته وتعدت الآفاق ولمصر في قلبه مكانة كبيرة حبيت أن أنا أنقل لحضراتكم شكرا السلام عليكم رحمة الله